السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان الآن عندنا درس عن درس من دروس البلاغة والبلاغة كما تعرفون تنقسم إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع السجع هو نوع من يعني يندرج تحت أنواع العلم البديع له أغراض كثيرة فنتكلم عن السجع ما معنى السجع وأنواعه السجع هو اتفاق جملتين أو أكثر في الحرف الأخير والسجع موطنه النثر أي أنه يكون في النثر وليس في الشعر بقول نتاني هو اتفاق جملتين أو أكثر في الحرف الأخير يقول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارى وقد خلقكم أطوارا فنجد هنا نقول عندها فواصل وقارى وأطوارا حيث تشابهت الفاصلتان هنا في الآيتين في الحرف الأخير وهو الراء في كلمتي وقارى وأطوارا إذن هنا يقال عنه سجع في الفواصل كقول أيضا الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر حيث تشابهت الفاصلتان في الآيتين في الحرف الأخير وهو الراء في كلمتي تقهر وتنهر هذا من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا هنا تشابهت الفاصلتان في الفكرتين في الحرف الأخير وهو خلفا وتلفا هو حرف الفاء إذن هذا نوع من الوع السجع يقول أحمد شوقي في أطواق الذهب الصوم حرمان مشروع وتأديب برجوع وخشوع لله وخضوع حيث تشابهت الفواصل هنا في الحرف الأخير وهو العين في كلمات مشروع وبلجوع وخضوع ويأتي السجع أيضا في إشار ولكن قليلا قليل في أشار قول أبي الطيب المتنبي فنحن في جدل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل تشابهتنا الفواصل في الحرف الأخير وهو اللام في كلمات جدل وجل شغل خجل المحسنات البديعية في أيضا من أنواع المحسنات البديعية نوع من أنواع قلنا طبعا البديعة هي التي يكون التحسين بها راجع إلى المعنى في المقام الأول وإن كان بعض هذه المحسنات يفيد تحسين اللفظة أيضا الحمد لله المبحث الأول نتكلم عن الطباق الطباق هذا نوع من أنواع المحسنات البديعية فما معنى الطباق بعدما انتهينا من السجع قلنا الطباق هو الجمع بين الكلمة المفرضة وضدها في الكلام الواحد ويكون الطباق في الشعر والناثر إذن قلنا الطباق جمع بين كلمتين أو بين الكلمة المفردة وضدها في الكلام الواحد في الشامنس ينقسم الطباق بالنظر إلى النوع ترفي الطباق إلى أربعة قسام القسم الأول ما كان فيه الطباق بين إسمين يعني يكون الطباق بين إسم وإسم قول الله تعالى في أصحاب الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فهنا الطباق بين لفضي إسمين أيقاظا ورقود وهما إسمان ولفضي أيضا اليمين والشمال هما إسمان وقول تعالى أيضا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات فالطباق هنا بين الأعمى والبصير وهما إسمان الظلمات والنور إسمان الظل والحرور إسمان الأحياء والأموات وهما إسمان وهذا في القرآن ورد الطباق أيضا في الحديث النبوي الشريف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة فالطباقنا بين الدنيا والآخرة وهما إسمان والمعروف والمنكر وهما إسمان بينهما طباق قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الهرم ومن الحياة قبل الموت فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من استعتب وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار فهنا نجد الطباق في دنياه وآخرة وهو إسمان وبين لفظي الشبيبة والشباب والكبر وهما إسمان الشبيبة اللي هي الشباب والكبر طبعا وبين لفظي الحياة والموت إسمان وبين لفظ الجنة والنار إسمان قول معاوية رضي الله عنه خير المال عين ساهرة لعين نائمة إذن فالطباق بين لفظي ساهرة ونائمة وهما إسمان والمراد بالعين الساهرة هنا عين الماء التي ينام صاحبها وهي تسقي أرضه وقول مريء القص في الشعر في معلقة المشهورة بحر الطويل مكر مفر مقبل مدبر معا كجل مودي صخر حطه السيل من علي فهنا كلمة مكر ومفر بينهما طباق وهما إسمان ومقبل ومدبر هما أيضا بينهما طباق وما تضع يعني عكس بعض القسم الثاني من الطباق الطباق إحنا قلنا طباق بين إسمين بين فعلين الآن قول الله تعالى أعوذ بالله مشتر رجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك للخير إنك على كل شيء قدير فالطباق بين لفظي تؤتي وتنزع وهنا فعلان مضارعان يبا بين فعلين ولفظي أيضا قلنا هذين الفعلين وأيضا يفيد التجدد والاستمرار وأيضا عندنا هنا وأنه أهو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا فالطباق هنا أضحك وأبكى وهما فعلان مضيان وأمات وأحيا وهما فعلان مضيان وورد الطباق بين الفعلين في الحديث النبوي الشريف كقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء منهما ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك فالطباق بين لفظي تأطي وتمنع وهما فعلان مضارعان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانجتنبوه وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم فالطباقنا بين فعلين نهيتكم وأمرتكم وكقولهم حضر التلاميذ وغاب المدير فحضر وغاب بينهم طباق في الأفعال الماضية في القسم الثالث الطباق يكون بين حرفين ققوله تعالى أعوذ بالله مش ترجم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فالطباق بين لفظين حرفين هنا لها وعليها أي يحسب لها الثواب الخير الذي كسبوه ويكتب عليها وزر السيئات التي عملوها قوله تعالى في تقرير حقوق النساء وواجبهن وواجبتهن أو واجبهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالطباق بين لفظي لهن وعليهن وهما حرفان استقرر الآية أن للزوجات حقوقا مقررة على أزواجهن وعليهن واجبات تجاه أزواجهن قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر فالطباق بين لفظي علينا ويوم حرفان والطباق بين نساء ونصر أيضا هما من الأفعال يعني بين الأفعال طباقه قسم الرابع طباق بين لفظين مختلفين قولي تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فالطباق بين لفظي ميتا وأحييناه هما مختلفان الأول اسم والثاني فعل وقولي عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى فالطباق بين لفظين تحيي والموتى وهما مختلفان الأول فعل والثاني اسم وقولي تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد فالطباق بين لفظي يضلل وهاد وهما مختلفان الأول فعل والثاني اسم أما أنواع الطباق فنوعان طباق إيجاب وطباق سلب ما معنى كل واحد منهما طباق الإيجاب وهو ما كان فيه طرف الطباق معاكسة لبعضهما وكلاهما مثبت غير منفل مثال الحديث لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقو فالطباق بين عربي وعجمي معاكسان ومثبتان والطباق بين أبيض وأسود معاكسان ومثبتان فيه الطباق بأسل هو أن يجمع بين فعلين مثبت ومنفي أو أمر ونهي أمر ونهي قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالطباق يعلمون ولا يعلمون ده طباق سلب مصدرهم واحد الأول مثبت والثاني منفي يعلمون لا يعلمون قولي سبحانه فلا تخشوا الناس وخشون فالطباق بين لا تخشوا وخشون مصدرهم واحد الأول منفي اللي هو لا تخشوا والثاني مثبت وخشون وقوله تعالى في توجيه المؤمنين ليحسنوا التأدف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم فالطباق بين لا تقولوا وقولوا مصدرهم واحد الأول نهي والثاني أمر هذا عن الطباق إذن كان هنا درس اليوم تحدثنا فيه عن السجع وتكلمنا عن الطباق وأنواع الطباق إزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر